السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنصل الفرق بين النبتةة التي تغذيها في الكبريت والنبتة التي لا تغذيها في الكبريت أول فرق لحظت أن هذه النبتة حجمها أكبر بكثير من هذه النبتة ولكنها لديها بداية التزهير شي بسيط هنا ولكن ما فيها اي ثمر حاليا هذه ما شاء الله حاملة ثمر كثير وفيها ثمر وفيها زهر كثير فهذه قاعدة تنتج هذه اللحمة انتجت ولكن ما دام فيها بداية تزهير ان شاء الله ممكننا نشوف منها ثمر ونقدر نقارن نتيجة تغذية بالكبريت والفارق في الحرارة مثل ما ذكرت في الفيديو الاولي ان النبتتين قد يكونون مختلفين لان اخذتهم من بذور مخلوطة البذور اي هي كانت شدي فقد يكونون فصيلتين مختلفين فالحرارة قد تكون مختلفة اليوم بس مجرد في بعض المشاهدين اسئلوا الكمية اللي انا غذيها من الكبريت فانا ما قاعد اقيس بصراحة الكمية ولكن استخدم شي بسيط تقريبا هذه هي الكمية اللي انا استخدمها ومجرد انترها على سطح التربة وبعدين اروي عليها ولكن التغذية من ناحية الان بي كي وكذا نفسها للنبتتين فالنبتتين نحصون على نفس نوع الان بي كي وبنفس الكميات على اساس النمو فان شاء الله راح نواصل متابعة تطور النبتتين وان شاء الله الى ان نواصل الى هابئة الثمر وناخذ من ثمرها ونقارد ونقارن الحرارة ما بين الثمرين ان شاء الله فتابعوا معي هذه السلسلة واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الياي واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وراح ان شاء الله احاول اجاوب اسئلتكم بسرعة وقت ممكن في عمالنا اشتركوا في القناة